اهلا بكم النهاردة انحل اسئلة كتاب الامتحان على عصر الدولة الوسطى اكمل العبارات الاتية بما يناسبها سمية عصر الدولة الوسطى بيه طبعا عندنا سمية بعصر الرخاء الاقتصادي اتنين نجح الملك منتحطب الثاني في الانتصار على ملوك نقط في الشمال طبعا عندنا الانتصار على ملوك اهنسيا في الشمال نقل الملك ابن محات الاول عاصمة البلاد من نقط الى نقط طبعا نقل العاصمة عندنا من تيبة الى اسيتاتاوي اربعا اقام الملك ابن محات السالس سد اللهون عند مدخل بحيرة طبعا عند مدخل بحيرة موريس او كارون حاليا خمسة تولت الملكة صبك نفرو حكم مصر اجبة وفاة الملك طبعا اجبة وفاة الملك ابن محات الرابع بدأت رحلة الكفاح ضد الهكسوس من مدينة طبعا عندنا بدأت الكفاح من مدينة تيبة حرص ملوك الدودة الوسطى على اقامة علاقات تجارية مع العديد من الحضارات الافريقية مثل حضارة طبعا عندنا مثل حضارة كوش اختر الاجابة الصحيحة مما بين الكوسين تأسس عصر الرخاء الاقتصادي على يد حكام مدينة طيبة اواريس سيتاتاوي من نفر الاجابة مدينة تيبة اتنين اتسعت ركعة الدودة المصرية في عهد الملك من تحطب الثاني جهة الشمال الجنوب الشرق الغرب طبعا اتسعت جهة الجنوب تلاتة كانت عاصمة مصر في عصر الأسرة الثانية السنية عشر مدينة من نفر ولا اسيتاتاوي ولا تيبة ولا اواريس طبعا الاجابة هتكون مدينة اسيتاتاوي السؤال اللي بعده استطاع الملك من محات الأول طرد القوائل الأسيوية التي جاءت من جهة الجنوب الغرب الشمال الشرق الاجابة جهة الشرق الشعوب التي مثلت خطرا على الحدود الغربية لمصر في عصر الأسرة الثانية السنية عشر هم الليبيين الاسيويين النبيين الفينيكيين الاجابة الليبيين ستة اي من ملوك الدودة الوسطى استطاع الرابط بين البحر الأحمر والبحر متوسط بطريقة غير مباشرة سنصرت الثالث ولا مدحطب الثاني ولا امنمحات الأول ولا امنمحات الثالث الاجابة سنصرت الثالث اكثر الاماكد المصرية اهمية في مجال التعدين اي من ملك امنمحات الثالث هي وادي النيل ابدلتا الصحراء الغربية شبه جزيرة سيناء الاجابة هتكون شبه جزيرة سيناء تمكن المصري القديم من الاستفادة من مياه فيضان نهر النيل بفضل اقامة مقييس النيل قناة سيزوستريس سد اللهون الجنادل الاجابة مقييس النيل تسعة ايا من ملوك عصر الرخاء الاقتصادي سهمت أعماله في اتساع مساحة الأراضي الزراعية من نمحات الأول سماسفة الثالث من تحطب الثاني من نمحات الثالث الاجابة هتكون من نمحات الثالث عشرة انشأت الملكة سبو كنفرو هرما خاصا بها بالقرب من ضهشور سقارة بيسير الفيوم الاجابة ضهشور اتخذ الهكسوس من مدينة نقعة عاصمة لهم من نفر اسيتا تاوي اواريس طيبة الاجابة هتكون اواريس اتناشر تم تحرير جزء كبير من مصر الوسطى من يد الهكسوس على يد النمحات الرابع سكن رع كامس ولا احمس الاجابة هتكون كامس تلاتاشر كانت الامدادات التي تصل الى الهكسوس من اراضي كوش يتم نقلها عن طريق البحر الاحمر البحر متوسط نهر النيل الصحراء الشرقية الاجابة عن طريق نهر النيل اكتب كلمة صواب امام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ امام العبارة غير الصحيحة مع التصويب اهتم الملك من محات الاول بتجميل مدينة طيبة وانشاء المعابد بها طبعا الاجابة خطأ الملك منتحطب الثاني يعد الملك منتحطب الثاني مؤسس الاسرة الثانية وعشر الاجابة خطأ من محات الاول ثلاثة ارسل الملك منتحطب الثاني بأسى الى بلاد بمت عن طريق البحر الأحمر طبعا خطأ عن طريق الصحراء أربعة وصلت حدود مصر في عهد الملك النمحات الأول حتى الجندل الثاني طبعا عندنا الإجابة صواب التسعة ركعت الأراضي الزراعية لمصر خلال عصر الملك النمحات الثالث شارك وادي النيل الإجابة خطأ غرب وادي النيل ستة يعد الملك النمحات الرابع آخر ملوك الأسرة الثانية وعشر الإجابة خطأ تعد الملكة سبوكسينفرو السؤال اللي بعده تعد الملكة سبوكسينفرو أول حاكمة يتم تسميتها على اسم الإله سبوك الإجابة عندنا هتكون صواب تمانية عمل ملوك الأسرة السابعة وعشر على تشجيع الشعور الوطني لمواجهة الهكسوس الإجابة صواب تسعة حمل الملك أحمص لواء الكفاح ضد الهكسوس بعد مقتل أبيه سكن الرعى الثاني الإجابة خطأ عندنا مقتل أبيه عندنا هتبقى إيه؟ بعد مقتل عندنا أحمص اللواء الهكسوس ضد الهكسوس عندنا بعد مقتل أبيه سكن الرعى الثاني الإجابة بعد مقتل أخيه عندنا كاموس احتفظ أمراء الوجه الإبلي بحق إدارة شؤونهم الداخلية طوال قدة وجود الهكسوس في مصر الإجابة هتكون صواب حداشر أقام ملوك الدولة الوسطى الحصول من الجندل الأول حتى الجندل الثالث الإجابة طبعا هتكون صواب أكتب ما تشير إليه كل عبارة مما يأتي المدينة التي أحكم بها ملوك الدولة الوسطى قبضتهم على الوجهين الكبلي والبحري طبعا مدينة أسيتا تاوي اتنين قناة مائية ربطت بين البحرين الأحمر والمتوسط عن طريق نهر النيل طبعا القناة دي اسمها سيزوسيليس تلاتة مدينة أقيمت في الأسرة الأولى واستورت عليها القبائل التي جاءت من وسط أسيا وأسكتت الأسرة السنية وعشر الإجابة مدينة اسمها من نفر إلى من تنسب الأعمال التاريخية التالية نجح في الانتصار على ملوك إهنسيا في الشمال وسيطر على الوجهين الكبلي والبحري طبعا عندنا من تحطب الثاني اتنين نقل عاصمة الدولة الوسطى من مدينة طيبة إلى مدينة أسيتا تاوي طبعا من محات الأول تلاتة أخضح حكام الأقاليم لسيطرته بمنحهم الألقاب الرفيعة وتقريبهم منه في عاصر الدولة الوسطى طبعا عندنا من محات الأول أربعة شيد حسني سمنة وكمنة عند الجندل الثاني الإجابة هتكون سنوسيرت الثالث استخدام أو استخدام نهر النيل في الربط بين سواحل مصر الشمالية والشلقية بشكل غير مباشر في عاصر الدولة الوسطى طبعا عندنا اللي عمل كده هو الملك سنوسيرت الثالث بحفر قناة سيزوستليس أقام مقييس لمراقبة ارتفاع منصوب مياه النيل عند الجندل الثاني في عاصر الدولة الوسطى طبعا من محات الثالث أكبر أمير كوش على قطع الإمدادات التي كانت تصل للهكسوس عن طريق النيل طبعا اللي عمل كده كان الملك كاموس بما تفسر يطلق على عصر الدولة الوسطى عصر الرخاء الاقتصادي طبعا بسبب الاهتمام بالتعدين واستغلال المحاجر والمناجم وزيارة التجارة مع بنيكيا وبلاد بونت يعد عهد الملك منتحطه بالثاني بداية لمجد الأسرة الحالية عشر طبعا يرجع ذلك أنه كان أول حاكم في كيبة بعد عصر الدولة القديمة يسيطر على الوجهين البحر والإبلي حيث نجح في الانتصار على ملوك إهنسيا في الشمال ده الوجه البحري وأعاد السلطة القوية وأصلح النظام الإداري في الدولة ونجح في الحد من نفوس حكام الأقاليم ثلاثة أقام الملك من يمحات الأول سلسلة حصون على الحدود الغربية للدلتة طبعا يرجع ذلك إلى حماية مصر من الغارات الليبية حفر قناة سيزو استريس طبعا الهدف منها زيارة حركة التجارة بين مصر وجرانها وربط البحرين الأحمر والمتوسط عبر نهر النيل خمسة الأهمية الاقتصادية لشبه جزير السيناء أثناء عصر الدولة الوسط طبعا حيث قام الملك النمحات الثالث بإرسال نحو 24 بعثة لاستخراج المعادن وكطع الأحجار من شبه جزيرة سيناء ستة تعتبر فترة الملك النمحات الثالث أفضل فترات الإزدهار الزراعي في عصر الدولة الوسطى طبعا لأنه تم بشؤون الري والزراعة فقام سد اللهون بهدف حماية البلاد من المجاعة والتوسع في مساحات الأراضي الزراعية سبعة نجاح الهكسوس في احتلال مصر طبعا يرجع ذلك إلى ضعف الملوك الذين جاءوا بعد الملك النمحات الثالث وزيارة الصراعات بين حكام الأقليم على السلطة تمانية كيام الملك كاموس بحملة مفاجئة على أرض كوش طبعا ليجبر أميرها على قطع إمدادات التي كانت تصل إلى الهكسوس عن طريق نهر النيل ما النتائج مترطبة على حفر قناة سيزو استريس طبعا تلطب عليها زيارة حركة التجارة بين مصر وجرانها وربط البحرين الأحمر والمتوسط عبر نهر النيل اتنين ما النتائج مترطبة على اهتمام الملك النمحات الثالث بتخزين مياه الفيضان طبعا تلطب على ذلك حماية البلاد من المجاعة التي قد تصغبها نتيجة الخفاض منصوب مياه نهر النيل والتوسع في مساحيات الأراضي الزراعية ثلاثة من نتائج مترطبة على زيارة الصراعات بين حكام الأقاليم بعد عهد الملك النمحات الثالث طبعا ترتب على ذلك ضعف الدوضة الوسطى مما أدى إلى تعرض البلاد للأطنوع الخارجية ووقوحها تحت سيطرة الهكسوس ما رأيك في موقف الملكة إياحطب من الهكسوس؟ طبعا رأيي كان للملكة إياحطب دورا مهما في تحرير البلاد من الهكسوس حيث شجعت ابنيها كامس وأحمس على الاستبرار في الكفاح ضد الهكسوس بعد مقتل أبيهم وتولت شؤون الحكم نيابة عنهم أثناء الحرب ضد الهكسوس قارن بين الملك منتحطب الثاني والملك النمحات الثالث من حيث الأسرة التي ينتمي إليها وأهم أعمال كل منهما طبعا عندنا الملك منتحطب الثاني ينتمي إلى الأسرة الحضاشر أما النمحات الثالث ينتمي إلى الأسرة الثانية وعشر وعندنا أهم الأعمال منتحطب الثاني قام بتوسع جنوبا واهتم بتجميل تيبة وإنشاء المعابد أما النمحات الثالث أقام مقيس النيل وأقام سد اللهون دلل على صحة كل عبارة من العبارات الآتية شهد عصر الدوضة الوسطى نهضة في المجال الثقافي طبعا حيث زاد الإنتاج الأدبي وتقدمت الفنون مستفن للرسم والنحت اتنين شهدت البلاد نهضة زراعية في عصر الدولة الوسطى طبعا حيث كان من خصائص عصر الدولة الوسطى الاهتمام بالمشروعات الزراعية عن طريق توسيع مساحة الأرض وإقامة السدود مثل سد اللهون الذي قام بإنشاؤه الملك من محات الثالث ثلاثة كانت أسيتا تاوي مدينة مثالية لوجود مكر الحكم بها طبعا حيث منقحها المتوسط بين الوجهين البحر والإبلي الذي سهل السيطرة على كل عنحاء البلاد أربعة نجح الملك سنوسرة الثالث في تأمين حدود مصر طبعا يرجع ذلك إلى تأمين حدود مصر الشمالية والجنوبية والاهتمام بالحدود الجنوبية وبناء الحصول باستحص نسمنا وكمنا عند الجندل الثاني خمسة اهتمام الملك من محات الثالث بالنشاط التعديني طبعا عندنا حيث أرسل نحو 24 بعثة لاستخراج المعادن وقطع الأحجار في شبه جزيرة سيناء لم يحترم الهكسوس الديانة المصرية القديمة طبعا عندنا الدليل على ذلك قام الهكسوس بتدمير المعابد سبعة تعددة الأدوار التي قام بها حكام طيبة خلال عصر الأسرتين الحدية عشر والسبعة عشر طبعا عندنا في الأسرة الحدية عشر نجح الملك من تحطب الثاني أول حكام طيبة بعد عصر الدولة القديمة في توحيد مصر بعد الانتصار على ملوك إهنسيا طيب الأسرة السابعة عشر قام ملوك طيبة بمحاربة الهكسوس حتى استطاع أحمس الأول تحرير البلاد منهم ماذا يحرص إذا لم يستطع الملك أحمس الأول القضاء على خطر الهكسوس طبعا عدم تأسيس عصر الدولة الحديثة واستمر الهكسوس يحكمون مصر اتناشر ضعف البلاد والتراب أحوالها يؤدي إلى طمع الأعداء فيها فاحرص على المحافظة على حدود الوطن والدفاع عنه في دوق العبارة السابقة حدد العاصمة التي اتخذها الهكسوس لمصر طبعا العاصمة بتاعتهم مدينة أواريس اتنين الملك الذي استطاع صد خطرهم على مصر طبعا عندنا الملك أحمس الأول تلاتة كيف أساء الهكسوس المصريين طبعا أساء الهكسوس المصريين عن طريق سلب المتلكات وفرض الضرائب وتدمير معبدهم تلاتاشر تعدلت المنتجات المتبادلة بين مصر وبعض حضارات أفريقيا في عصر الدولة الوسطى في دوق العبارة السابقة حدد اثنين من المنتجات المتبادلة طبعا عندنا المعادن والعاجل إحدى المناطق التي شهدت هذا التبادل التجاري طبعا حيث أقام المصريين علاقات تجارية مع حضارة كوش السؤال اللي بعده أسئلة التميز اختر الإجابة الصحيحة مما بين الكوسين ارتبطت حدود مصر الجنوبية أيام الدولة الوسطى بظاهرة جغرافية موجودة فيه نهر النيل، الدلتة، الصحراء الشرقية شبه جزير السيناء الإجابة نهر النيل اتنين، أكثر الأماكن المصرية الحالية مساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لمصر أيام الملك النمحات الثالث طبعا أكثر الأماكن مساهمة الفيوم، الصحراء الشرقية، الصحراء الغربية شبه جزير السيناء الإجابة هتكون الفيوم تعددت عوامل اختيار العاصمة ومن هذه العوامل موقعها المتوسط أي من العواصم التالية تنطبق عليها العبارات السابقة ولماذا؟ طيبة من نفر أسيتا تاوي طبعا بتنطبق على مدينة من نفر عشان هي قرية ميت رهينة حاليا وتم اختيارها لتكون عاصمة للبلاد لموقعها المتوسط فهي نقطة التقاء بين الدلتة والوادي وأيضا عندنا مدينة أسيتا تاوي هي قرية اللشت بمحافظة الجيزة حاليا وتم اختيارها كعاصمة لموقعها المتوسط بين الوجهين البحر والكبلي وقد سهل موقعها السيطرة على كل عنحاء البلاد دلل على صحة كل عبارة مما يأتي ظهر زكاء الملك النمحات الأول في اسلوب سيطرته على حكام الأقاليم طبعا حيث أخضع حكام الأقاليم لسيطرته بمنحهم الألقاب الرفيعة وتقريبهم منهم اتنين ارتباط الجندل الثاني بدور اقتصادي وعسكري أثناء عصر الدولة الوسطى طبعا اقتصادي حيث أقامه الملك النمحات الثالث مكياس على النيل عند الجندل الثاني لمراقبة منصوب مياه النيل وعسكري تمثل في اهتمام الملك سنوسط الثالث بإقامة العديد من الحصون سي طبعا عندنا حسن سمنة وحسن كمنة عند الجندل الثاني مارس الهكسوس نوعا من السيطرة على حكام الوجه الكبلي الدليل على ذلك قام الهكسوس بكبول دفعهم للضرائب دون تدخل في شؤونهم حدد وجه التشابه والاختلاف بين سد اللهون والسد العالي طبعا عندنا وجه الشبه والاختلاف التشابه تغزين مياه الفيضان وحماية البلاد من المجاعة والتوسع في مساحة الأرض الزراعية الاختلاف سد اللهون تم بنائه في عصر الدولة الوسطى في مدينة الفيوم والسد العالي تم بنائه في العصر الحالي عندنا في مدينة أسوان استنتج الفرق بين قناة سيزوستريس وقناة السويس حالية طبعا الفرق كانت قناة سيزوستريس تربط بين البحر الأحمر والبحر متوسط عن طريق نهر النيل بينما قناة السويس حاليا تربط بين البحر الأحمر والبحر متوسط مباشرة بعد كده بنتكلم عن امتحان على الدرس الثاني صوم تحتوي خط أرسل الملك من تحطب الثاني بأسة تجارية لبلاد فينيكيا في الصحراء طبعا عندنا بلاد بونت يعد الملك سنسرة الثالث مؤسس الأسرة الثانية وعشر طبعا عندنا الممحات الأول تلاتة كانت مدينة أسيتا تاوي عاصمة للدودة الوسطى في عصر الملك من تحطب الثاني الإجابة طيبة أربعة تعد الملك إياحة بآخر حكام الأسرة الثانية وعشر طبعا عندنا سبك نفرو يعد عصر الدولة الوسطى من أزهى فترات التاريخ الحديث التاريخ المصري القديم في دوق العبارة أجب عما يأتي ما الدليل على البراعة الإدارية للملك النمحات الأول طبعا الدليل على ذلك استطاع الملك النمحات الأول إغضاع حكام الأقاليم لسيطرته بمنحهم الألقاب الرفيعة وتقريبهم منه ما سبب إقامة الملك النمحات الثالث لسد اللهون يرجع السبب إلى حماية البلاد من المجاعة التي من المحتمل أن تصيبها نتيجة انخفاض منسوب مياه نهر النيل والتوسع في مساحات الأراضي الزرعية دلل على صحة العبارة التالية تعدلت الأدوار الوطنية التي قامت بها الملكة يا حطب طبعا بعد مقتل زوجها سكن الرعى الثاني شجعت ابنيها على الكفاح ضد الهكسوس وأثناء الكفاح تولت حكم وإدارة مصر ببراعة وتفوق اختر الإجابة الصحيحة مما بين الكوسين استطاع الملك النمحات الأول حماية مصر من الغارات الليبية القادمة من جهة الشرق الشمال الغرب الجنوب الإجابة الغرب استولى الهكسوس على مدينة من نفر تيبة أوريس نبتة الإجابة من نفر أيا من ملوك الدولة الوسطى سهمت إحدى أعماله في زيادة حركة التجارة بين مصر وجرانها منتحوته بالثاني سنسرة الثالث النمحات الثالث النمحات الأول الإجابة سنسرة الثالث أربع استكملت الملكة سبك نفرو بناء هرم والدها في مطقة هوارة ضهشور سقارة أبيسير الإجابة هوارة خمسة أي من ملوك الدولة الوسطى يتشابه مع الملك ميناء في أعالي توحيد البلاد الملك منتحوته بالثاني الملكة سبك نفرو الملك سنسرة الثالث الملك من محات الثالث الإجابة هتكون الملك منتحوته بالثاني حدد الأثر الناتج عن ضعف ملوك الدولة الوسطى بعد الملك من محات الثالث طبعا الأثر الناتج هو احتلال الهكسوس لمصر في عهد من بنية كل منشأة من المنشآت التالية الهرم المدرج حسني سمنة واقبنة معابد الشمس المكشوفة في أبوسير مقاييس النين عند الجندل الثاني طبعا عندنا الهرم المدرج في عهد الملك زوسر حسني سمنة واقبنة في عهد سنوسرت الثالث معابد الشمس المكشوفة في أبوسير طبعا ده في عهد أسر كاف مقاييس النين عند الجندل الثالث ده في عهد أمن محاة الثالث شكرا